أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد إلى الموعد الثقافي مع فريال حبيب أهلا بك فريال شكرا لك بيلا أهلا بك وأهلا بك المشاهدين الأكارم في رابع موعد ثقافي لنهار اليوم البداية إذن من مدينة عنابة التي تستعد لاحتضان أكبر تظاهر في الفن السابع وتتعلق بالأيام السينمائية للفيلم المتوسطي التي ستعرف حضور وجوه جزائرية وعربية آخر هذه التحضيرات للتظاهر في تقرير عبد الناصر قلال وطارق مغنى تجهيز عديد المنشآت الثقافية لاستقبال ضيوف الجزائر وتقديم الصورة الحقيقية للمدينة التاريخية بونا هي أهم ما يميز هذه الأيام التحضيرات الجارية لاحتضان مهرجان عن نابة دولي للفيلم المتوسطي وتفادي نقائص الطبعة الأولى قد استطمرنا في هذه الفضاءات بإعادة تهيئتها وتحضيرها وترميمها وتجهيزها إذن هذه السنة نحن أكثر صراحة نحن أكثر راحة وأكثر طمئنان في إنجاح هذه الطبعة الثانية للمهرجان عن نابة للفيلم المتوسطي المسرح الجهوي عزدين مجوبي الذي سيكون فضاء لعرض أفلام المسابقة الرسمية ودار الثقافة محمد بوظياف وكذل مكتب المركزي بالإضافة إلى قاعة السينماتيك التي تم تجهيزها بمعدات حديثة وتقنية عرض ثلاثية الأبعاد بطاقة استعاب 228 مقعدا هي هيكل جهزت خصيصا لإعطاء المهرجان بعدا دوليا حقيقيا السينماتيك راح تشارك بنسبة كبيرة في هذه المهرجان وتحتضن جنب مهم من العروض القاعة كما تشوفوا حسب دني أنها تبدلت مئة بالمئات جهزات جديدة جهاز توليتي الأبعاد تروادي جهاز ترونسيك ميليمتر تجهزات جديدة تأسبح حتى تسعي 228 مقعد تقم جديد متخصص متكون إن شاء الله يارب نكونوا في الموعد ونعطي بصورة حسنة عن المهرجان هذه المرة مرافق جديدة ستمكن الجمهور العنابي من مواكبة هذا الحدث السينما الهام خصوصا بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الطبع الأولى وهو ما يلزم المنظمين بتقديم وجه يليق بالسينما الجزائرية وبعروس المتوسط بونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر